موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طارس دان ودرس اديت في كورس اسد ال الاصدار جديد والنهاردة ان شاء الله حنكمل في مديول الكمبيوتر والنهاردة بإذن الله هيكون الدرس رقم ستة في مديول الكمبيوتر وكنا قبل كده اتكلمنا على ويندوز 2 وتعاملنا مع ويندوز 2 وكتحنا الويندوز واشتغلنا كده عليه مبدائيا نهاردة ان شاء الله هنكمل في بقية دروس ويندوز 2 احنا كنا ويفنا المرة فتح عند النقطة ليه اخر حاجة اشتغلنا عليها كان وزين اكتيف الويندوز نهاردة ان شاء الله هنكمل في الاجزاء دي ان شاء الله هنكمل على النهاردة اول حاجة عندنا النهاردة هنتعامل مع الملفات والفولدرات هتكلم زي نعمل او كريايت فولدر جديد ونسمي الفولدر ده او الفايل ده تعالوا كده نشوفه نجرب مع بعض هلو كده عصرح المكتب مثلا هنا كده اجي في اي مكان فاضي في المكان اللي انا عايز اعمل فيه فولدر جديد كليك يمين ونيو وفولدر كده انا عملت فولدر جديد اسميه اي اسم ولكن اي سيدل كده انا سميت الفولدر حاجة مهمة جدا يا جماعة وانا بيعمل المسميات عندي في الفولدرات او الفايلات ان انا اسمي الاسم يكون بيوصف الحاجة يتوصف دقيقة يعني ما جيش كده مسلا راح عمل نيو فولدر عملت نيو فولدر حاطت فيه حاجة اللي انا عايز احطها زي الصور الفيديوهات اي حاجة عايز احطها عليه او داتا خلاص افلت خلصت افلت الجهاز تاني يوم بقى اجا دور بقى الحاجة طبعا احطتها فين يا ترى فين مكان اللي احطت فيه حنسة مش هفتكر فدايما ناخد بالنا جماعة نحنا نحط مسميات صحيحة عشان نعرف نوصل للفايل بسرعين دوات انا عطت فايل هنا او فولدرات او حاجات جوه الفولدر اسم اي سيد ال ده لو جيت بكر دور عليها وانا انسيتها حسيرش اي سيد ال حلاء الفولدر هو اعرفه غير كده كمان قدامي انا هو الشاشة انا لما شوف كلمة اي سيد ال على الفولدر ده اعرف ان ده كله خاص بكورس اي سيد ال لكن نيو فولدر ده انا عارف كويه معرفش كويه فبالتالي تسمية الفولدرات ده مهمة جدا بشان بتوصفلي اللجوه او بتساعدي ان انا عارف اوصل لك كده بسرعين لو عندي فولدر وعيز اسميه او عادي تسميته من جديد هعمليه كده كليك يمين عليه كده و لنحصي اي اسم عليه مثلا زي ما نريد كده زي ما قلنا يكون يوصف الحاجه اللي احنا نشتغل عليها او اللي احنا حتصها جوه طيب اه نتكلم بعد كده ازاي اعرض خصائص الفولدر ده جوه اي ومكانته اي وكانت وكانه ده كلام تعالوا مثلا على فولدر زي ده MS Office 2019 كليك يمين عليه بروبرتز عشان اعرض كل الخصائص تاعته حاجة هنا اقول لي حجم الفولدر اهو الحجم بتاعه 2.57 من 100 كيلو بايت والمكان بتاعه في السي على فولدر اسمه طارق جوه فولدر اسمه ديسكتوب طيب ده اسم الفولدر وده نوعه ايه هو فايل فولدر اهو وده جوه cam sup file هو جمه قولك جوه فايل واحد وجود جوه يوجد فولدر امتيلا طيب لو جيت بسهل جوه فايل واحد ما هاجي فيسبب ايه فولدر اخرى اسم نتكلم على تغيير العرض بتاع الايكونات لو انا جي ما هم هنا جوه ايكونات بشكل بالشكل ده عجزة ارز الارض بتاعهم او شكل متاعهم اد от Julia Bush لكي أغير منظر العرض هل ترون فلدرات كلها تحت بعضها لا أعجبني منظر لهم تحت بعض أعجبهم جميعهم فلدرات كبيرة فلدرات صغيرة أغير المنظر عمان أعمل ماذا؟ واختار view view ممكن أغير منها أي منظر أغيره أو أختار الشكل العرض الذي أريد أن أعرض به ممكن أخذها إيقون ممكن أخذها view extra عندك كل الأشياء دور فيها على ما يعجبك أنا أحب دائما الديتيلز لكي أرى الفلدر البيانات اللي أنا محتاجة أرى طبعا لما تخلي العرض بتاعك بالديتيلز بي أظهر لك هنا اسم الفلدر أو اسم الفايل سواء كان الفلدر يعني ده فلدر اللي لونه أصفر اتفقنا أنه فلدر وأي حاجات تانية بتبقى فايلات فالفلدر هو اسمه أو الفايل اسمه وهنا بديت مودفايد بآخر تاريخ عدلت عليه أو تم إجراءة عديل عليه وهنا نوعه الحاجة دي نوع حقيقة فايل فلدر هو لكن ده مثلا مكتوب له وهنا حجمه هنلاحظ أن حجم الفلدرات ما بيطلعش وبيظهرش قدامك لأن حجم الفلدرات جواه حاجات أصلا متغيرة فحجم الفلدرات ما بيطلعش قدامك هنا لكن حجم الفايلات ظاهر لك ممكن كمان أضيف يعني ممكن أضيف خانة كمان أو حقل كمان يظهر لي حاجة معانة عادة أظهرها في الديتيلز ممكن مثلا أضيف حقل خاص به خلينا نقول الديت كرياتيد كيف هو مثلا الديت كرياتيد طبعا هتلاقي ان كلهم في النهاردة تاريخ النهاردة لانا لسه نالي الملفات دي النهاردة في فرق بين الديت كرياتيد وفي فرق بين الديت موديفاي عموما دي شاشة بتظهر لك كل الديتيلز انت عايز تظهر اي ديتيلت ثانية بتيجي هنا برضو تضيف عمود ثاني تظهر في الماتل انت عايز تظهرها الخاصة به الحاجات دي طب انا كنا قدامي العرض هو بتاع الفوندرات والفايلات هلاحظت كمان ان انا عندي هنا الفايلات انواع مش زي بعض يعني في فايل شكله عامل كده في فايل تاني ثالث شوية في فايل يعني كل شكل مختلف عن تاني طب ليه ده كده وليه ده كده كل واحد فيه نوع كل فايل من دول نوع ممكن الاقي الفايل ده شكله زي ده بالظبط مرتوب علي كلمة PDF لانه يدول نفس النوع طيب بعرفها ازاي او بعرف انواع الفايلات اللي عندنا ازاي في فايلات بتبقى اسمها PDF PDF ده فايلات بتبقى زي الورد كده بس فايلات ما بعدلش عليها طب جواه كتابه وصور وحاجات يتير زي ده مثلا افضحته كده ده فايل بقدرش عدل عليه بقدر بس اخرى اللي جواه زي كده لكن ما عدلش عليه ده نوع من انواع الفايلات في فايلات تانية مضغوطة هتلاقيها مثلا بشكل الكتب المضغوطة وهنا مرتوبة جنبه ورر ارشيف او او اي حاجه من دي وفي صور جي بي جي فانا دي كلها انواع من انواع الفايلات وفي طبعا ملفات وورد وملفات اكسل وملفات باوربوينت ده ملف باوربوينت عرفتوا ازيان ملف باوربوينت اهو ما كتبقى ميكروسوفت باوربوينت طيب الحاجه التانية انا عرفش بها برضو الفايل ده انا باوربوينت زي من الانتراد بتاعه شايفين ده امتراده في الاخر طب انا هجيب الانتراد منين زي ما تتكلمنا الدرس اللي فات اه دي الواجهة بتاعت العرض بتاعت الفولدرات او الفايلات او اي حاجه بتبقى فوق هنا حاجه اسمها title bar مكتوب فيها اسم الحاجه اللي انا فتحها الفولدر اللي انا فتحه لها او حاجه زي كده وفي هنا المينو bar ده في كل المينو بتاعت اللي انا بشتغل عليها زي الهم والشير والبيو الهم دي كده اسمها ribbon هوم ريبون يعني دي اسمها ribbon هوم وده اسمها share ribbon ودي view ribbon كل واحدة من دول اسمها ribbon كل واحدة من دول تحتها ادوات الادوات دي بتزهر لي في حاجه اسمها tools bar واحنا قلنا قبل كده ان tools bar ده بيختفي مش موجود معايا الا لما دوس على المينو بتاعته بتزهر لي طب انا عايز اخلي tools bar ده زهر عطول قلناه في الدرس اللي قبل كده بدوس على السهم الصغير ده كده يبقى tools bar اهو تزهر لي عطول طب انا عايز اظهر internet الفايلات عشان عارف انا او حي زامنة ظاهرها عندي كده انت عندك على جهازك ممكن بس او ب PelShift انت عندك تزهرها منين يتيجي هنا من view وبعد لكدة تقول او بتعامل علامة صحة على file name extensions كده بيجزهر لي جنب كل file catastrophic 있어서 Daily الان اقلت انا دلول وقته خافة انا عاوم بика اى انت عاوم بها دي او دي او دي او او دي او دي او دي او دية البي دي اف ده ملف بي دي اف الرير ده ملف مضغوط البي بي تي اكس ده ملف بوربوينت ممكن يلاقي دك دك بس كده دك ده يعني ملف ورد لو جيت هنا مسلا هلاقي دك ودكس دك ملف ورد بس من الصغر القديمة لحد 2007 دكس ده من البعد كده 2010 و13 و16 زي كده مسلا اهو ده دكس ممكن يلاقي اكسيل برضو ممكن يلاقي حاجات فتيرة يعني في كزا عندي كزا امتلاب فدي كلها انواع الانتبالات الموجودة عندي هو انواع الفي ده الموجودة عندي فيه صور فيه ملفات ورد فيه ملفات والملفات بووربوينت فيه ملفات مضغوطة فيه ملفات ف metslf فيه ايضا لدينا كزا نوع من الفي ده恩 ، وطبعا فيه كمان صوت وفيه فيديوهات المبلغ مープ، ف الفيديوهات توجدها مثلا an before aviClv اهój ايضا هنا تلك التراجع ملابات من نوع الفيديوهات وفيه كمان من الصوتيات ازاي anpsetream فيه انواع الاستعمالذين تقول فء احجاب الخ homa نعمل سيرش على فايل او فولدر معين زي ما قلنا ان اهم حاجة هو انت بتعمل فولدر جديد او فايل جديد تدي له اسم يعني يصف اللي جواه عشان لما تيجي تسيرش عليه بعد كده هتعرف سوصل له وصولات تعال مسلا نسيرش كده هنا على جوا الفولدر اللي هو اسمه ISDL انا هسيرش جواه على حاجة اسمها كمبيوتر مسلا ونشوف هيطلع ليه بكتب هنا السيرش وبرس بعد كده انتر هيبدأ يعمل سيرش كده طلع لي كل الفولدرات او الفايلات اللي تحتوي على كلمة كمبيوتر مش كده بس لا ده طلع لي كمان ممكن يطلع لي ملف من اسمه بره ما فيش كلمة كمبيوتر بس جواه في كلام مكتوب وجواه كلمة كمبيوتر فدي من خصاص السيرش او موزات السيرش طب انا حيز اغير حاجة في السيرش مثلا لا انا عايد سيرش على كمبيوتر بس يكون يعمل السيرش ده ما يجب ليش كل الفايلات دي لا عايز بصفات معينة يعني عايز مثلا نجيب لي الحاجة اللي كان التعديل عليها يوم تلاتة وعشرين ستة الفين وعشرين نيجي هنا واحنا بنسيرش كده زي ما احنا هلقى زاهر لي هنا قيمة السيرش ايه ما بتظهرش غير لما كون انا كاتب هنا حاجة في السيرش اوكي باجي هنا عندي فيه خصاص كتيرة هي ممكن اغير منهم خصاص السيرش ممكن اعمل سيرش مخصص لحاجة معينة فانا ممكن انها اجغ على السيرش وقول له لا هاتلي يا عم السيرش على الحاجة اللي تم التعديل عليها بتاريخ النهاردة واسمها كمبيوتر اقول له كده توداي وباسمه كمبيوتر هيتطلع علي الاثنين دول يقول لي والله فيه ملف دوكومنت وورد اتعدل علي النهاردة الساعة 3 بالزبط وفيه فولدر التاني اسمه كمبيوتر كان نتعدل علي النهاردة الساعة 3 بالزبط دول اللي تعدلوا النهاردة طب انا زاهر لي الاثنين دول لا انا عايز اقول لا انا عايزك تجيب لي طب حاجة بقى هاختار مو فيهم اللي يكون مثلا حجمه مثلا يعني في الرنج ده وعمل سيرش بص بقى عمل ايه السيرش دلوقتي شال القديم شال الفولدر وجاب لي بس مين ملف الدوكومنت فانا بقدر بخصائص السيرش دي كده احدد له انا عايزة سيرش على ايه بالزبط واقدر اضيع عليه الخناء لحد ما اوصل للحاجة اللي انا عايزة ما يجب ليش سيرش عام كده وحاجات كتيرة ده الحاجة مهمة جدا لو تدخل السيرش لان السيرش بتحتوي كتير جدا في كمبيوتر لما تكون بالدور على حاجة على الجهاز ومتعبش توصلها بسوط طيب كنات كلمنا برضو في الدرس اللي فات ازاي احدد اكتر من فايل او فولدر مع بعض فوقت واحد اطلع بعض السيرش ده خلص كده هنا فكرنا جينا هنا في الدرس اللي لفت قلت victorious من السيرش ده انا عايز احدد اهم كل حاجة من قل houses في النان او الفولدر ده بقف على الموس 얘 مرة واحدة خلاص بسدوس علي مرة واحدة كده انا حددته خلاص طب عايز احدد ده والتي تحتسوا والتي تحتم والتي تحتم والتي تحتم بي كده عليهم هم الكل يحددهم من قبل وابنزل بالماوس واسحب لحد ببه Palestinian كانت كده احددت كلهم مع بعض لا انا لا اريطي أن ترى السابق اذا كنت، الان قام لديه يeezكون الاولاني هذه فاحلا أريد ذلك في الوصول او technology ان كنتكم انه فاحلا اعطي انه في信��س على الوت هكذا أريد أن اجتهم الاولاني والثالث والسابع والتاسع يعني مختلفين مشورة بعض بعمل ايه با روسه على زرال كنترول بقى وبروح على انا عايز احدده ما رأى حدد الأولاني عايز احدد الرابع عايز احدد التاسع عايز ارجع حدر السادس اهو عايز احدد الثالث اهو يبقى طبماјا دايس على زرال كنترول بيسمح لي ان احدد اكتر من حاجه فوقت واحد بس حاجهات متفرقة عادي لكن شفت بيحدد لي لازم حاجات ورا بعضها بس زي ما قلنا في المنظر العام ده كده بديني الفولدرات والفايلات وبديني تفاصيلها هنا طبعا عايز رتبهم بالاسم حاجة هنا على الاسم ده ودوس عليه مرة واحدة كده بص كده هو رتبهم لي بس تنازلي من اللي اسم وحرف فيه في الاخر الاسم اللي بيبدأ بحرف الاول وطبعا الارقام بتبقى لها الاولوية عن الحروب يعني حرف الاي طبعا ترتيبه قبل حرف البي الحرف سي وهكذا لأ الأرقام بترتيبها قبل الا والبي والسي طبعا الزد ده هو آخر حرف يعني لو عندي هنا فايل اسمه زد هيزهر لي هنا في الاول لان احضر ترتيب تنازلي لما عمل ترتيب تصاعد يبقى فايل اسمه زد هيبقى بالاخر وخلي بالك من حاجة الفولدرات لها ترتيب غير ترتيب الفايلات يعني مثلا أنا عندي هنا هوا فولدر بحرف البي مفروض ان البي ده لما رتب ترتيب تصاعدي بالاسماء يزهر لي بعد البي لان P في الحروف الآخر خالص هو ياخد الفولدرات مع بعض الاول ترتيب وراء بعض كده ومن خلالهم تلتعود ايضا ايضا خلال فولدرات دخل في وسط الفولدرات لا الفولدرات الوحدها وفولدرات الوحدها طبعا هذه عامر ليش عاجز ارتبهم في تاريخ التعديل حاجة به ايضا على تاريخ التعديل واندوس عليه مره واحدة كده بيترتيب التناظلي كما ترى السهم نزل لتحته يبقى تنازلي لو جيت كده دوس على مرة تانية كمان تصعدي اهو ده كده ترتيب تصعدي لو لاحظت كده هتلاقي التعديل عنده بتاريخ عشرين اربعة طبعا عندي تاريخ بالنظام الامريكي او بالنظام الانجليزي اللي هو بيكتب لك الشهر الاول بعد كالتاريخ مش مش تلاقي دولتها ما اعديلها بعدين هنا شهر اربعة يوم عشرين وهنا يوم عشرة ستة او بالتاري عشين اربعة ده اتعدل عليه قبل عشرة ستة فكده ترتيب تصعدي تمام افرط بقى سيدا مش عايزة رتيبهم بالاسماء ولا بتاريخ التعديل عايزة رتيبهم بالحجم عشان عرف مين عندي اكبر حجم ومين اقل حجم اعمل ايه؟ حاجة برضه نفس الكلام على الصيز هدوس عليها مرة واحدة كده ترتيب تنازلي طول ما الساهم ينازل تحت يبقى تنازلي اكبر فايل فيهم او اكبر فولدر فيهم هتلاع لي فوق الاول هنا وبعد كده اللي تحت منه دولهم اللي ايه؟ الاصغر تمام؟ هتلاقي نظام الحجم ده مش مطبق على الفولدرات لان الفولدرات اصلا مش ظهر لها حجم وبالتالي مش هتتأثر هتفضل برضه ترتيبها زي ما هي بالاسم يعني مهما عملت كده كده مش فرقة الفولدرات هيترتب زي ما هي بالاسم لاني مهلاقش اصلا صيز عشان يرتب عليهم صيز الفولدرات مبزهر ليش هنا في التفاصيل ديه ممكن نعمل بقى الكلام ده كله بس بطريقة تانية حاجة في اي مكان فاضي في الفولدر بتاعنا اللي انا شغل عليه وكليك يمين وقل له سورت باي واختار الحاجة اللي انا عايز اعمل بها الترتيب هل هي بالاسم ولا بالتاريخ التعديل ولا بالنوع ولا بالحجم ولا بالزبط وكمان اختار نوع الترتيب هل هو السيندينج تصعودي ولا السيندينج تنزلو ده بيعمل نفس اللي انا عملته من شوية هنا يعني اخترت كده سورت باي نيم هرتبهم لي بالاسم ولو جيت هنا كده تاني ممكن اخليه ديس سيندج هو كده ما نتبهم لي السيندينج تصعودي ولو ديس سيندج تنزلي طيب ونتكلمنا برده قبل كده ان احنا ازاي نحزف ملف وفي الريسايكل بين وازاي نرجعه تاني تعالى مثلا عندنا الفايل داعي زين نحزفه نيجع لي كليك يمين واندوس دليت هلاحظ كده ان الريسايكل بين لو فتحتها كده حلاقي بقواها اللي انا لسه حاسفينه من شوية عايز ارجعه تاني ممكن اوضيس عليه كده وقل له ريسطور هيرجع تاني مكانه اهو هيرجع هنا على المكتب تاني اهو طيب لو جيت كده تاني عملت له دليت وعملت دا كمان دليت انا كده عندي اثنين اتحزف جوه الريسايكل بين عايز ارجع ده بس هاقف عليه كليك يمين ورستور ممكن برضو ريسطور من هنا اهيه هحدده وقل له ريسطور كده ان برجع الفايل ده مكانه تاني ممكن ده كمان نفس الكلام طيب عايز ارجعهم كلهم وقل له ريسطور اول ايتم وقل له ريسطور اول ايتم وقل له ريسطور اول اثنين مع بعضه هم على المكتب زي ما كانت عايز احزفهم تاني كده كمان اعجدهم كده كمان دليت طيب انا حزفتهم وعايزهم بقى ما يرجعوش بس مش عايزهم يفضل في صالة المهملات دي لان يا جماعة خلي بالكم من حاجة ان انتو لما تعملوا دليت لأي فايل عندكم ويبدل في الريسايكل بين معناها انو متحزفش من الجهزة وتحزف من قدامك بس لكن لسه موجود على الهارد وموجود في الريسايكل بين ممكن ترجعوه تاني ويبقى واخد مكان كمان يعني انا مثلا عندي افلام وعندي علعاب وحاجات كتيرة جدا واخد مساحة كبيرة جدا من الهارد عايز احزفها يا عم مش عايزها خلاص فعملت لها دليت هلاحظ انها راحت الريسايكل بين وهلاحظ كمان ان الحجم بتاع البرتشن مقلش زي ما هو المساحة الحمرة لسه زي ما هي لانهم كلهم راحوا الريسايكل بين طب امتى المساحة اللي عندي تقل برقم ان انا حذفتهم تقل لو فضيت الريسايكل بين لو عملتي امتي رسايكل بين شوفين دي كده امتي رسايكل بين كده انا فضيت الريسايكل بين لما فضيهم كده أتحزفوا خالص من على جهاز الكمبيوتر وكان فضوا مساحة الى هم كانوا اخذينها يعني على حسب الحجم اللي كانوا حاجزينه في الكمبيوتر خلاص كده او الهارد ديسك كده هم يتحذفوا وفضوا المكان ده طبعا ممكن اعملها برضه طبعا بعد ما احزف حاجه ما احزف حاجه ارجحها اخرى وما احزفت منه ارساكل بينه ممكن اعمل تردت برضه تاني عن طريق ان انا مثلا احزف ده ده دلوقتي ممكن اعملها من هنا من برا كده 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 مت ارساكل بينه بس طبعا يجب يكون داخلها حاجه يعني هي لو فضيه لو عملنا store دلوقتي وكده عملت مت ارساكل بينه بص كده مش ظهرة لان هي فضيه اصلا فاش حاجه لكن ده ما تظهر ليش غير لما يكون جواها حاجه جواها حاجه محزوف اهيه اقول له مت ارساكل بينه كده الفولدر والحاجه اللي جواها كلها ايه كده حزفت والمكان اللي كانت حاجزها على الهارد ديسك خلاص هنقف لحد كده النهاردة وهنكمل ان شاء الله الباقي في الدروس اللي جاية لو عجبك في الفيديو ده لا تنسوش تعمل سبسكراب القناة واللاقي وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته